من أول ما يستقبل به رمضان يعني وحنا باقي على مشارفه ده باقي الأحد الاثنين ثلاثاء الأربعاء بالنسبة للمغريب إما الخميس إما الجمعة يعني كنتكلموا له أحد أربع أيام خمس أيام التي تفصلون عن رمضان ولكن هذا أربع أيام خمس أيام بين غفلة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حاله يعني يعني معرفش الإنسان راك يتكلم معكم يسير اليوم غدا تسمع الله رحمه الله رحمه فالأول ما يستقبل به رمضان هو الإخلاص والإلحاح وتكثيف الدعاء الإخلاص وتكثيف والإلحاح في الدعاء الإنسان يركز دعاء اللهم بلغنا رمضان نحن مازل كنت ندعوه على هذا أربع أيام خمس أيام السلف رحمه الله ألا كانوا يسألون الله أن يبلغهم رمضان خمس شهور وربع شهور وثلت شهور وست شهور قبل من رمضان لأنهم أدركوا حقيقة رمضان وذاقوا حلاوته وعلموا ما يمكن أن يستخرج منه من الكنوز التي يدخرونها لأنفسهم يوم القيامة فكانوا يكثفون الدعاء اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان فنحن كذلك نكثف الدعاء ونقول اللهم بلغنا رمضان ونحن في كامل عافيتنا ونحن في كامل صحتنا وبلغنا رمضان ونحن في كامل قوانا ونحن في كامل إيماننا ونسأل الله أن يبلغنا رمضان ونحن وأحبتنا على خير وبخير يعني وإن كانت المسافة الفيزياء تحول دون اجتماعنا مع أحبتنا لكن هذا الله عز وجل الحمد لله هذه الوسائل البديلة اللي كان يقولوا بديلة هي لا تقوم مقام الوسائل الحقيقي يعني يرى أنك تمشي عن خوك وتعنقوت بوصل الراس وبوصل كراس وكذا إلى آخر مش بحال أنك تشوفوا مثلا من عن بعد لكن ما لا يدرك كله لا يترك الممكن منه والممكن منه هي الوسائل الحديثة ذي الالتصال وهذا من باب أن نحن إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء أو الوباء وكي يجي رمضان تقوم فرصة نكثف فيه إن شاء الله تعالى الدعاء والأدعية إن شاء الله وديلنا إن شاء الله تعالى تكون مستجابة ونطلب الله سبحانه وتعالى أنه يقبلها منا وكذا ونزيد يعني نكرس الدعاء ونزيد نكثف الدعاء ونزيد نلحو على سيد ربي يعني هذه فرصة أن الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا من بين الأدعية مثلا أنه من يقوله نارى اغضى رمضان أي حدوم يقول نارى اغضى رمضان نقوله ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أهله علينا باليمني والإيمان والسلامة والإسلام اللهم أهله علينا باليمني والإيمان والسلامة والإسلام ومن يقول الإنسان ذيك علينا القلب دياله الداخل يستحضر أنه ذيك علينا ذيك نون الجماعة目前 المتكلم رأى خص Delaware يستحضر فيها جميع المسلمين اللهم أهله علينا يعني قاع المسلمين للدنيا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وهذا أفضل ما يسأل وأفضل ما يدعى به ثانيا للإنسان مثلا وفق الله عز وجل ودخل نهار اللولة الثانية الثالثة الرابعة ديار رمضان أول حاجة الشكر لله عز وجل تحمد الله أنه قد بلغك رمضان شحال من واحد تدفن في هذه الأيام شحال من واحد كان معولي صوم رمضان شحال من واحد عوتني كان مسكين مأجل التوبة ديالو وقال لك حتى لرمضان ها هذا من الأخطاء كيقولك تاي يدخل موسم طاعة عدا توب لا شريف توب ومن اللي يدخل موسم طاعة يلقاك تايب يلقاك خفيف غادي تجريف موسم طاعة مش يتي يدخل موسم طاعة ده تعكله ونوض طيحه ولم تنظمن توصل شحال من واحد تدفن بغض النظر على الوباء مش حال من واحد تدفن رأي يوميا عباد الله كاتمشي فنسأل الله عز وجل أن يتغمد بواسعة رحمته سائر موت المسلمين وأن يغفر لنا وأن يلحقنا بهم يعني ثابتين على الحق فقلنا أولا دعاء ثانيا الشكر والحمد وهذا مضى معنا بالأمس من التكلمنا عن قضية ديالفرياض الصالحين وكنا تكلمنا على قضية الحمد والشكر وقلنا أن الشكر حافظ جالب إلى عقلته وقلنا الشكر حافظ جالب يحفظ الموجود ويجلب المفقود ونسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الشاكرين العام اللي فات يعني يكونوا معاك ناس كانوا معاك ناس في صليه هذا العام تسول عليهم تلقى بنادم شاب بنادم كذا فأنتدركتي الحمد لله رمضان فنشكر الله سبحانه وتعالى ثالثا يعني يستقبل رمضان هذه من الأمور لبعض ناس يفرطوا فيها وهي قضية الفرح الفرح برمضان يعني الله تكلمنا علىها موسم تميل فيه كفة الطاعة إليك لصالحك موسم تفتح فيه أبواب الجنة موسم تصفض فيه الشياطين موسم تغلق فيه أبواب النار موسم يناديك ينادي منادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل يعني هذه فرصتك ولله المثال الأعلى تخير من لك يقول لك مثلا من لك تسمع مثلا تدخل السويقة وتسمع لك زيد وما بقاش زيد وما بقاش لحاجة ربعة مية بمية تقول لك مثلا البروموسيون يقول لك مثلا نحن وجدنا لكم مثلا هذا موسم يعني يستغلوا هذا الموسم دي التخفيضات تخفيضات قصوى عنا 90% عنا 50% عنا 40% نقص من الثمان وتطلق الناس تجري وتجري وتجري هذا موسم يناديك منادي ليس من قبل السوق الممتاز الفلاني هذا موسم يناديك منادي من قبل الله يا باغي الخير باغي الخير تريد الخير أقبل أجي أمس كلا لا تطع هو سجد واقترب أجي أدخل في باب الطاعة أدخل في باب الطاعة لتلج جنان الرحمن فتدخل فيها فتستنشق من عبيرها وترتوي من معينها دخل يا سيدي دخل يا باغي الخير يا باغي الخير أقبل فهذا يفرح به العبد وأن الله سبحانه وتعالى له عتقاء من النار ومن النار وذلك كل ليلة فعلاج لما نكون شناع ليش ما تكون شنت ليش ما تكون يتنتي من العتقاء وشنوش ما الذي يمنع رحمة الله واسعة وأبوابها مشرعة وليس مطلوب مننا إلا أن لجها ونحن مخلصون صادقون يا باغي الخير أقبل فمن لك تشوف انتهى الخير هذا تتفرح الأصل في المسلم أنه يفرح عناش حتى هذا من رحمة الله وهذا من فضله والله سبحانه وتعالى اجعلنا في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح أي إن كان هناك شيء يستدعي أن يفرح العبد به فهو فضل الله ورحمته وهذا الشهر الكريم تتحقق فيه رحمة الله ويتحقق فيه فضل الله وإن كان بعض الشراح حملها أيضا على القرآن والسنة بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته أي بالسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنفرح نفرح ونبتهج لكن الفرح الفرح الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ركين عنا في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وكين عنا في سورة القصص سيد ربيب قال على قارون قال عليه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين وهنا سيد ربيب يقولنا فليفرحوا وهناك هنا إن الله لا يحب الفارحين لا هذا ليس تعارضا في الآية إنما هنا الفرح برحمة الله وبفضله يعني الفرح الذي يرضي الله عز وجل أما هنا الفرح ذي القارون كان فرحا أخرجه من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية لأن إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فدفعه فرحه إلى البغي وإلى الاعتداء على سلطان الله عز وجل فنسب النعمة لنفسه قال إنما أوتيته على علم عندي والاعتداء على الناس فخرج على قومه في زينته يعني كي يتكبر عليهم ويتفشخر عليهم في الخاويات فهذا رمضان يفرح به ها من لك يكون جاي عندك شيء واحد اللي عزيز وحبيب وقريب وكي يقول لك أنا جاي في الطريقة تنتظر بله فين وشوق متى يطرق بابك وكي يقول لك شوية تزل هاتف أنظر بخير فين وصلته قربته شوية وتعد البيت وتعد الطعام وتعد اللباس والذي كله تعد على قدر حبك لذلك الشخص فأنت تنتظر قدومه فإذا أتى فرحت به أي ما فرح ونحن نعنى مشارف رمضان وكان نتلهف وأن نوسعنا رمضان فهذه فرحة ونفرح أيضا عندما يدخل رمضان لكن نعد له نعد له الأجواء إن شاء الله تعالى كيف نعد الأجواء لرمضان نعد الأجواء لرمضان مثلا أولا بالتوبة إذ الله عز وجل هذه اللي من تنزلش معاكم عليها وفي نماضر نطلق أني قال سكن دن دن عليا وطيبتي ناب وإياسين بذيك القادية ديالتوبة أن طيبك ونزيد طيبك ونغليك ونبخرق إلى بغيتي ونبقى ونعودو هذا هو كلامنا حيث سيدا ربي إن الله قال إن الله يحب التوابين مش التائبين التائبك يتوب مرة التواب يتوب كل مرة وهذه أخدمنا نحن مع أن نخدم وظيفة عمرنا أن نتوب إلى الله أنتوب اليوم أنتوب غدا أنتوب بعد غدا أنتوب بعد الغد ليه أنتوب الغد ليه ونعود ونطيح هو النوج أنتوب أن توب ونبقى أن توب أن توب أن توب أن توب أن توب على الله عز وجل إلا تابع لي يا سيدة ربي قبلني لقد поставني الى الجنة هو أ genre نحن خدامين عليه اللعنة لها لو شخدامين رأى الصالحين كي يقول لك ولله لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة سجدة واحدة ما أحببت البقاء في دنياكم شي يجيني القارنطي ما كايش كيفش يجيني القارنطي أن سيد ربي الضمان أن سيد ربي قبل مني قال يا عبدي السجدة الفلانية دياليوم الفلاني قبلتها منك وهذه السجدة القبلتها منك شي هذا يجيني الضمان عن سيد ربي والله ما أحببت البقاء في الدنيا هنا retired رحمة الله عليهم والله يصلح الحل لكن احنا كالزين على الدنيا بيدنا وبسنانا الله يغفر لنا فما أننا عارف الريوصنا مقفرينها ماش ننيرو ماش نقول الوصافي مقفرينها مقفرينها نغتصوه لا مقفرينها مقفرينها نتوب إلى الله ماش نصلحوها ونتوب ونرجع إذن ما نعد به استقبال الشهر ونبدي به فرحنا هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى نعارفين بل المعاصي وخة وصل فيها لذفن ما وصلت اللذة ليست هي السعادة كأن فرق بيناتهم اللذة شي حاجة تستمتع بها بدنيا ديك السعادة أما السعادة هذا رفرح في قلبك يدوم معك تكون في الفقر تكون في الغيناء تكون في الصحة تكون في المارض وإنسان يصال الله العافية لكن كيف ما بغي يكون نوع الحالة ديالك إن أخلفك الله عز وجل سعادة في قلبك والله لا تضاهيها لذات الدنيا كيف ما بغي يكون نوعها والله يصلح الحال من غير التوبة كي نعننا عندما يقولنا التوبة من تنسى يدخل رمضان ونتوب نتوب من دابة مش من غداء من دابة مش من تيسى للدرس لا من دابة من دابة تعقيد العزم على أنه تبتأي الله عز وجل التوبة عامة شاملة من كل الذنوب والمعاصي ومن بعد أنت تفكر كل شوية فيما تفكر شي ذنب للنهار الفلاني تتوب منه والذنب الفلاني وتتوب منه والذنب الفلاني وتتوب منه وهكذا واضحة إن شاء الله وتعالى المسألة النقطة الخامسة أن يعقد الإنسان العزم نوي 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 ذلك النية ماشي ديال وإن شاء الله يجا رمضان لا 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 تعقيد العزم ذلك القادية ديال صافي 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 باركة صافي نعقد العزم على أنه من يدخل رمضان أن نغتنم منه على أقصى ما نستطيع نغتنم من خيارات رمضان على أقصى قدر ممكن يعني خذ معايا أعطوك غد يدخل 31 يوم غد يدخل واحد القصر وعطينك الخناشي ذك شي اللي طلبتي ديال ديال أكياس نمدك به أكياس فارغة القدر الذي تطلبه من الأكياس الفارغة نمدك به وذك القصر في داخله ستضرب لي شيء الطريق وفي داخل القصر هناك يعني مخزن كبير مملوء بالذهب والزبرجة والمجوهرات والحلي وكل ما تشتهي الأنفس من الأموال وقال لك دخل عندك 30 يوم تملأ ما شئت من الأكياس كلما طلبت كيسا مددناك به وعمر ومالغة تقول لك مالغة تسالي 30 يوم هذين سدون عمس أخرج هترجع لأيام العادية وإلي اللي بغيت مثلا تشري واحد سنسلة دية الدف وخصك تخدم وكذا وتجمع الفلوس باش مش تشري ديك سنسلة دية الدف بالله عليكم كيف يكون عزمكم وأنتم تنتظرون عند باب هذا القصر الوقت الذي سيفتح فيه كيف سيكون عزمكم هذين الوقت تعتاد لك الوقت لا رأت القارة دابة دابة يقول لك هذرا ما تكملش معي وكانت ديب الصح ما تكملش معي المباشر نحلف ما تكملش المباشر كورا تيقر أخرقتي الحزر الصحي ومش نيدي ومش نيدي وقفتي بهذه البلاث لكن اشنو كين اللي كيوقع هو أننا تندوم تضعضعو نمشي وما نمشيوش وقت تتلاتين يوم علاش حال بنادم قدوما يجمعقها أنا نص نهار دخول الجماعة وضع ربعات الخناشية وتعيش بيه خير وعلا خير ويبدأوا العبدو في التلكؤ ويبدأت نقص وما تفشيش اليوم الأول وما تفشيش اليوم الثاني والناس رأدخلات وكتعمر كل نهار كتعمر كل نهار تتعمر وتخرج كل نهار تعمر وتخرج وانتا كتقول خلي هذا اليوم الرابع إن شاء الله وتعالى أدريكهم ما شيش كان أنا عندي دي أكبار كان نحف نكال لبس خمسة واربعين في الديانين نهزو ونحض دكش اللي يهزو الدلالي صغير نهزين أكتر منه بالمضاعف إلى آخر ثم يأتي اليوم السادس والسابع شوية كبدأت تسمع حقار بقات يومين كتدخل تجري كتقول لا باللاتي واش ندخل وبغي الدير وبغي الدير وبغي الدير ثم تخرج بركعتين أو ركعتين كتخرج هذا شي خاتما لكتقلب كتلقائر شي جالو وقبقات الشيطات معلدك الناس ليدخلوا لحوها واخدوا الده بدير للصح هتقول لي أن لا رسل هنقول لك والله هذا الذي يقع لعدد كبير من الناس فلا أظنك ولا أظنك من الذين يقعون في مثل هذا الفخ في كل سنة قد أتفهم الذي أسلم حديثا أو الذي دخل حديثا باب التوبة ومع أمره ما صلى الله مسكين من قبل وكذلك الله دب أفتح لي الله عز وجل بصير وغادي يدخل قال أتفهم لكن أنبقى ونطحه في نفس الفخ في كل رمضان هذي عشرين رمضان أنت تتصلي ولله المنة والفضل وعشرين رمضان أنت تصيد نفس تصيدة عشرين رمضان أنت نفس الفخ عشرين رمضان أنت تتطح في نفس المطب عشرين رمضان أنت في الميجي رمضان نقول لها بالأثير إن شاء الله هذا رمضان سنقوم بإطلاق عود صلى الله عودوا عود ثاني وسل فينا من الأول ما جئت ما جئت ما يضحكش عليك الشيطان ما يضحكش عليك الشيطان قبل رمضان ومن اللي دخلت لقى الفريخات ديال الشيطان تاوما قال سيلك في الفازات يتفرجو فيك إلى آخير كي تسنعوا عود ثاني تاوما يمتنى يشقموك فقلنا عقد العزمي الجازمي والصادقي على اغتنام رمضان باش احتايل قدر الله والاجال مزايد احتايل دركوا رمضان ومتنا في هادي يومين في هادي تلتيام اللي جايا ماللي نموت نموت وانا نمشي على ديك النية ديال انني كنت معاول غنغتنام رمضان على اقصى حد فماللي نمشي عن سيد اربي اشغال ديال لقى غلقانا سيد اربي سجلني في الناس اللي كانوا ناوين نية صادقة وعزمين عزم جازم انهم يستغلوا رمضان واجغلين النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه صدق صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم انما الاعمال بالنيات زيد سيدي وانما لكل امرئين ما نوى انا نويتنا ان اغتنام رمضان امت قبل ما يجينا رمضان نمشي يا سيد اربي انا ناوي هديك النية الله سبحانه وتعالى اكتبوا لي اجرى الاعمال كأنني قد عملتها سادسا هدي مسألة الله يرضى عليكم بغي نبه عليها كتلقى بنادم بغي يشري السيارة تتلقى تيفتح لانترنت يسول على انواع ديك السيارة وكذا وإلى آخر الخصائص ديالها وفين تتبع تتلقى تيعاية الاسحاب واللي تعرف توصيل ميكاني سيانات ديال الدرب وتالي ماشي في دربهم تيشد الطريق كيبلك هوا طالع اسميته هوا هابط هذا كيدخل لمواقع ديال البيع والشراء ديال السيارات غد النظر على اسميتهم ويمشي ويجي ويطلع ويهبط هذا بغي يشري السيارة يحط فاوحد تمانية المليون ولا عشرات المليون ولا اتناشرة مليون ولا عشرين مليون ولا ثلاثات المليون تزيده أو تنقص المهم كيفلي ومن اللي كيبغي يشري تيدمعا ذاك الخابير ذاك المتخصص ذاك الميكانيكي ويقلبها وكذا الاخيري خويا هديطه موبيل قصديره حديد كواد شو لسانس وغد يتسالي واحد شوية وغد قول في حقك تخرخرد السيارة غد يمشي للوحة باش نشوف لي شي واحدة أخرى وبدأ تعيط ويعود من له وانت بغي تتصوم وتصلي ودخل لجنة رب العالمين بلا ما تتفقه في دينك بلا ما تتعلم دينك بلا ما تعرف أحكام الصيام بلا ما تعرف راسك شنو عندك بنادم تكيوصل نهار 15 رمضان عارباش كيجيتي يسول أحقا راه هدي واحد شهر دخلت واحد طريقة مو ديال القطاع ديال القارو كيعطونا ذوك ليباتش اللي تيلسقو وبغيت نعرف واش هذوك ليباتش شريف واش يالله غدير ليباتش لا راه 15 يوم وانا كنديرهم اياه ولا قلنا لك هذوك ليباتش راه كينقضو الصيام من عام السيدي وفي يوم المفطيرات 15 يوم كيغدير لها تعودها من الأول ندخلوك في العمد ولا ندخلوك في الخطأ ولا فين أدخلنا أسيدي تعلموا دينكم بنادم عشرين عام ديو واتي صلي وباقي مازال مضارب مع سجود ساء لا إنسان يتفقه في دينه أدخل لي لا اسميته ما كينش ما كينش كيفاش كين كيفاش أعطى الله المنصصات الإنسان يدخل يتعلم فيها أعطى الله المواقع اللي هي الحمد لله يعني معتبرة يدخل الإنسان يدخل يتفقه فيها ما عرفتيش إنه موقع سوء الناس يدلونك على موقع تقول لي هاسميته يقول لك هاد الموقع و هاد الموقع هاد الموقع هاد الموقع هاد المؤمنين دخل الحمد لله خذ منهم الفقه ديالك وتعلم دينك أعطى الله ميد دار أعطى الله ميد دخلها سدي تفقها في دينك تحراميات ديال ديال الكوكب الأرض كل شي كاد عرفها وكجي تتال السلوط اللي بغيت تدخل بي زعمال جنة ما معرفوش وعاو تاني لا ما نرقوش نعيشين في حل الطوفيليات ناكلوا من من الودنين ديال الكائنات اللي كان نعيشوا على ظهرها اللي سدي تفقها لإنسان في دينه هاد النقطة السادسة يتفقهاه الإنسان بعدها يتفقها ملي كان يقول لك تفقها في دينك هاد المقلش تقول لي عاليم تفقها في دينك هي أنك تعلم ما يستقيم به دينك أنت باش مطالب أنت مطالب بالتوحيد مطالب بصلة وغير دخل إن شاء الله وتعالى رمضان أنت مطالب بصيان ديال رمضان إذن هاد المسائل هادي بعدها خلصك تحقها هادي بعدها خلصك تكون ضابطها عندك شي فليسات زيدة واسميته إلى آخر خلصك تسول على رأسك في قضية الزكا ميسه الله عزو المن اللي ترفع إن شاء الله الحجر الصحي إنساء الله يرفعه عاجلا غير آجل من اللي تكون ترفعه للمسائلة هادي ندوزل قادية العمسيدي لبغيت تمشي للحج ولا تمشي للعمراء تسول على رأسك في المسائل عندك فلوس بغيت تدير بيع أوشريه تسول على البيعة أوشريه قبل ما تدخل فيها قبل ما تدخل في البيعة أوشريه تسول عليك البيعة أوشريه والجائزة ولا غير جائزة مسائل اللي هي واضحة وضوح الشمس إنسان بغي يحل المحال بغيت تدير فيه مكتابة يبيع فيه الكتوبة والوراق وكذا يلأخير أدرى ما كيش يشكال رغي بشيح الله يبدأ يبيع وشريه بسلعة أقول لك ودي الله بغيت نرها للمحال وكذلك وليح بسسول على رأسك قدي يطر رأي نساروت واش كده واش نبيعو وما نبيعو واش نحضر للمول الساروت وما نحضر هدي أمور تسول على رأسك لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله فيه وصافي هذا هو الدين حيث مليك تسول على رأسك خذوها نصيحة الله جزيكم بخير مليك تسول على رأسك قبل ما تدير المسألة رأي يسهل عليك إن كان الأمر حراما يسهل عليك تركه إنسان مثلا بغا يحل المحال خاص بل أنه كي يوشم الدراري وشم الدريات زيان يالله بغا يدير القادية والسيد ما عارفش وربما يالله حديث عهد بإسلامه ولا ما عارف والو يالله سيد ذاك يسليك هذا جتي سول مليتي سول ناس دي كيقول له يدير ذاك الوش مرة لا يجوز ولا حانا مكادا وكيبينوا لي الأمور الحرمة دي المسألة إذن إذا حرم الله شيئا فقد حرم ثمنه فكيقول لك ودينا مفباري يشد القادية هدي صافي من لي حرام وليه لا يجوز أعطى التسعة أرى لي نعمة سيدي واحد مشاو شرا المواد اللي غيستعمل عذيك الآلات وكذا حط فيها فلوس مشاو شرا المحال قادوا شطبوا وضبوا جلجوا دار فيه المسائل صوب ليه الديكوراسيو والآخر يحط على الأقل على الأقل يكون حط 41 مليون دي السنتيم 40 ألف أورو حطه بجهز المحال وقاد وتأصل بالناس اللي غاد يخدموا ليه وكذا يلآخري من بعد أقول لك أحق قبل ترى سمعت شي حاجة أجي نسول من اللي كيسول كيقولوا ليه حرام شحال واحد كتعرفون أنتم ما غاد يقول ومن اللي حرام حرام صافيح بس هادشي كامل 40 مليون اعتبروا مشات في سبيل لا نبيعوا ذاك الماطريال نبيعوا كذا وذاك شي اللي شاطلية ما شي مشكل في سبيل شحال واحد كتعرفوا ويقدر يديروك ورا هادشي اللي مغرق عباد الله تاكي يزلقوا وتيتخشاوا في المعمعة عالوش كيبدوا يسولوا من اللي كيسولوا وكيقولوا مرأة المسألة هذه راه لا تجوز كيقول لك وكي غنديروك وكذا وحن جاي يسول لا حقا وده مرأة خمس سنين وده كلكلب احنا مربينه في الدار والوليدات واللي فعليه والمرأة واللي فاتعليه شريف راه لا يجوز أنك تقتني كلب وتربيه عندك في الدار تربي راسك ربي الوليدات تربي أنت أو لمرأة ربي مش حاجا مقدة أما جاي بكله خاشي أنت في القرطمة عندك أراéra أمر لا يستقيم لا يستقيموا شرعا ولا يستقيموا حتى نظافة ولا يستقيموا حتى عقلا خاشي معاك الحيوان فيالبقر ما زالوا وكان عندكم شي اصطح كبير ولا كان عندكم شي تيرات في ذلك ولكن عندكم شي عربية ولا شي أراف لا خاشي أنت في البقرطمة تأكل وا وال اصغف دي منيوح ريوقف وجه ولدك لا يهديكم أسهد النهار خد معي وحد أخر جاره كان بغير يربي كلب سول أقول ديه بغير تنربيه الشكلية بالله هاشتري فراه لا يجوز هذا غد ينقصه من حسناتك قراطا في كل يوم الملائكة لا تدخلوا بيتك بغير تصلي بغير تصوم بغير دير الملائكة لا تدخلوا بيتك تشكله بسببه والأخر الله إلا نعرفهم سيتيع والديارة كان مقيم في الديار الأوروبية من لي القادية وصلته كاوتاب الراجل إلا الله كداو بغير يسميتهم بغير يخرج الكلب قالوا لي تخرج الكلب قال لي رأي أنت ياد الكلب في الدار وتخيل من لي والله هو الكلب بل فضل عليه الكلب وتجرع عليه واخرج بره وبقى الكلب في الدار أنا خالد حالة هذه ألا سيدي أتعلم أتفقه عندي وحد الحالة معينة إنسان عنده دأس سكري يسأل عن مسألة الصيام المرة عندك تأخذ هذه الحبوب مثلا تنظيم الدورة الشهرية ديالها لأنها ولدات وولدات بالعملية القيصرية وخاصة تأخذ الحبوب تنظيم الدورة الشهرية لأنها لا تقدرش تولده كذا إلى آخره وعنده توقيت معين وأش تسميته سولوا كين سولوا سولوا كين الناس اللي تسولوهم أنا لا أسأل في مثل هذا نعود نذكركم بها أنا لا أسأل في مثل هذا وذا ماشي تواضع ماشي طنز وماشي نشاط أنا لا أسأل في مثل هذا أنا لست أهلا للسؤال في هذا شيء هذا الله يجزيكم بخير لست أهلا للسؤال في مثلي هذا أنا خدمتي هواج كليما تلي كنقول لك داما أرفع من المعنوية الدالي أنا وياك نتعاون على ذكر الله عز وجل نحاول نجلبه الحسنات نحاول نتوب وإحنا وياكم باش الله سبحانه وتعالى يقبلنا أجمعين أما نتسوه لني في الفقه ولا دي حلال ولا دي حرام إلى آخره لست أهلا لهذا أنا مضارب عام أشي شوية صلاتي كنحاول نفهم فيها شي بارك وشي شوية الصيامي نفهم فيه شي بارك إلى آخره صار الله يسعن شي بارك ونطلب الله يوسع لنا فرزقته اللي تحنا نسوله على الزكاة وإلى آخره أما احنا عارف هاي ذك شوية اللي عندنا احنا اللي شاد دينه ولكن نسوله عندكم الحمد لله بالنسبة لكم أنتم في إيطاليا عندكم مراكز إسلامية في سبانيا عندكم مراكز إسلامية الأخوة هنا الحمد لله في المغرب كين طلبت العلم اللي سولوا هون كين مجاليس العلمية طال الله الإنسان يسول يسول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا رمشي من أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالإنسان يعني يتفقه في أمره ويتفقه في أمر صيامه ويتفقه في أمر صلاته أيوه عندكم تعطلوا عليكم أوتاني الدليل هذه قلنا هذه الفقرة السادسة ياك سابعا يعني المواقع التواصل الاجتماعي أعجب عندي دابل هنا ندعو على خطرنا أشكدير في مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان سؤال أشكدير في مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان أذكر رمضان أنت في رمضان في مواقع التواصل الاجتماعي رأى وحده في الجوج إما أنك فاعل إما أنك مفعول به كي يقول العلماء السلوك والتربية يقول لك نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل رهما ما يمكنش تقلس النفس ما تدير ولو إما أن تشغلها أنت بالحق وإما أن تشغلك هي بالباطل أما تقول يا رغا نأخذو ندير وحد لهدنة أنا والنفس نقول لا شوف ما تدوي معي ما تدوي معاك خلينا هانين لا والله ما تتركك بالله والله ما تخليك إن النفس لا أمارة ماشي آمرة أمارة فعالة تأمرك بالسوء وتأمرك بالسوء وتأمرك بالسوء وتأمرك بالسوء تتنهى هانتا ولا تطيحك هي بالسوء سأل الله العافية إذن في رمضان في مواقع التواصل الاجتماعي هل أنت فاعل أم أنك أنت مفعول فيه أنت مفعول به في رمضان في المواقع التواصل الاجتماعي أنت مفعول به يعني كتستهلك كتسرط وكتأكل وكتبرتاجي الخويات أو لا أنت فاعل أي أنك تتنشر الخير وتتصيفط الخير وكتحبس أرى ما كرناش وحد نهضة يعني تكون ديال الوعي نهضة ديال الوعي ديال المسلمين أنك تكون أن تكون فاعلا لا تكون مفعولا به رمضان فرصة للدعوة إلى الله عز وجل أنا كان أقول لك الدعوة إلى الله عز وجل مش أنك تدرت إليفون ودقلس وبدأت أقول بسم الله الحمد لله والصلاة والصلاة أرى الدعوة إلى الله أرى يكفيك أن تضع أنت راح نبتلين بهذا الأمر ونصر الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يستبدل بنا غيرنا يعني وأن يقبل منا لأن نحن دفعنا إلى هذا الأمر ونصر الله المعونة فيه راب بعد المرات راح تصل راب فضا راب ما تصل مع الإنسان وحد الوقت والله العادي راح كذو غادي تحبس كل شيء كل شيء بدون استثناء ولكن الله المستعان الله المستعان فأنت ماشي بالشرط يقول لك أنك ذيك ليس وتهضر وتخطب في الناس إلى آخره راه آية كتوضعها الله يجعل شيء بارك راه الله عز وجل ما تعرفش ديك الآية الخير دي لها فين يوصل راه وخا مثلا أنت يبال لك ضغطوا غير تسعودوا لعشرة الناس على الإعجاب ما يهمكش هذا شيء أنت اللي يهمك وأن ربك عز وجل اللي قبلك أما يضغطو تلتاليف ويضغطو عشرة وما يضغطها واحد هذا شيء بالنسبة لك ما تهمكش وذيك الآيار وخي بل لك ضغطو غير عشرة ولا حضاش على زر الإعجاب ذيك لايك وجادور وذيك شيء وخي بل لك ضغطو غير واحد عشرة ولا اتناش راه ربما اللي قرأوا ذيك الآية من عندك راه ربما قرأوا خمسين ولا ستين واحد راه ما شيء أي واحد كي يتفاعل مع ذاك الشيء اللي كيناد راه مرض أو تاني قلس وكتنقب قلس كتخليش يغزوها الرحمة والله عليه قلس تقتل في القمل فذك التليفون اللازي دي ربما ذيك الآيات ينفع به الله عز وجل سقتل الخبار لواحد لموقع مثلا جميل فيه مثلا ذا بك يدارو حلقة مسابقات ديال الأطفال مثلا والمسابقة ديال الكبار مثلا في قضية ديال الأحكام ديال الصلاة والأحكام ديال رمضان وكذا مزيلا تنشروا هذا الخير كن فاعلا أضيق الوقت ديال الاستعمال ديالك ديال هديك الأمور إلا أن تخفتي خدا من عندي إلا خفتي أن تكون مفعولا به فرمضان في مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة أخوية سد سد ديزاكتي في الكونت الغي الكونت ديالك للوقت الليك تيكت دوزه في فيسبوك دوزه مع القرآن الكريم إلاك تخيف على رسك لتكون مفعولا به فرمضان ويا كلك من وقتك وصيدك وعباد الله داخل لدك القصر اللي قتلكم وكتخرج منه الكونوز وانت قلس عند الباب قلسك تحسب في النمل سد حبس صافي هذه نصيحتي يعني ما عنديش كثرة الكلام تندوزو المرحلة المرحلة العملية فكما ذكرنا تنشروا آية تنشروا حديثا تنشروا موعظة لداعية من الدعاء تنشروا سلسلة علمية ما حاجة بحاجة لكي أنا أذكر بعض الأخوة مثلا في رمضان كان يقلب على مثلا السيرة النبوية كان السلسلة الشيخ نبيل العواضي حفظه الله كانت واحد سلسلة قديمة للذكرى لكن لها سحبت من الفيسبوك من اليوتيوب ديال السيرة النبوية فالسلسلة فيها مثلا 30 حلقة ديال السيرة النبوية فهو دير معارسه أنه كل نهار في نفس التوقيت كي ينشر حلقة من هذه الحلقات اليوم الحلقة الأولى غدى الحلقة الثانية بعد غدى الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة وهكذا فهذا ينشر الخير تنشروا يقولنا آية تنشروا حديثا تنشروا درسا ربما أنت تعلم فالأيام هذه ربما لك علم بشخص مثلا يسكن بقربك وذلك الشخص يعاني مثلا ضائقة مالية تنشروا حالته وبدون تفاصيل تقول لهم الله يجزيكم بخير واحد الشخص سكن جارنا أحد هنا رأى عنده كذا وكذا وكذا فالله يجزيكم بخير اللي بغير يتعاون معه يدوز عندي الخاص وذلك الساعة تعطيهم ترقم الهاتف هذا شيء لك متأكد من الحالة لا متأكدش سوف يدخلوا سوق راسك اللهم ما تنقلوا له ولا تنقل شي حاجة فيها في الإشكال الواحد يتدرب ربما هذه النقطة الثامنة الإنسان يتدرب يتدرب على الإخلاص يجتهد في تدريبي في التدريبي على الإخلاص ذيكالقادية ديال ختمت اليوم أربع ختمات ولله الحمد والمنا ربنا تقبل منا إيكا ودي لباس ختمت يا ختمت يا هالرأسك كيف قد هلنا احنا ختمت إلا كنتي ديرها مع بعض الأصدقاء من باب التحفيز مثلا ديرين شباب شنو نظهر لكم أننا نجتهدوا مثلا نفسوا في وحد الختمة في خمسين كل نهار مثلا نقرأوا حد 12 رحيز 12 12 12 رحيز بتنختموا ثلاثة خمسية ليكمل مثلا في الأخر نهار نديرو هذه ممكن تديرها على مستوى مثلا معرفة مثلا ممكن تديرها على مستوى مثلا مجموعة خاصة بك أنت والأصدقاء ديالك إما مجموعة في الفيسبوك أو مجموعة في الواتساب معرفة مثلا بغيتوا مثلا تنافسوا في المسألة يجعلها بشكل خاص أما القضية ديالا أنك تنشر مثلا العبادات الخاصة حيث كان عبادات خاصة وكان عبادات متعدية العبادات اللازمة الخاصة بك أنت من الأفضل لا تنشرها فتدرب نفسك على الإخلاص العبادات المتعدية هذه ممكن نشرها لأن فيها دعوة إلى الله وفيها تحفيز للناس وفيها كده وهذا الأمور يعني قد مضى الكلام معنا عنه بالتفصيل فلدعي للرجوع إليه نستقبل رمضان أيضا بسلامة الصدر على المسلمين أخوي قلبك الله يرضي عليك فيش قلبك فيش قلبك مش يتعاية الناس فيش عليهم قلبك لا فيش قلبك أخوي قلبك أخوي قلبك من الأحقاد أخوي قلبك من ضغاء أخوي قلبك من الحقد أخوي قلبك من الحسد تنشرها تحسد عباد الله الذي أعطاهم قادر على أن يعطيك تني ماذا تتسخط على قدر الله عز وجل تني ماذا تحسنوا الناس أم يحسنون الناس على ما أتاهم الله من فضليه هذا كتبال الفضل يرسد ربيه هو أعطاهم حا إيكس أنت أعطاك سيد ربي إيغراج إلا حسيت بالحسد بوحده عتاك يطلح كين ناس لك يعانيهم من القادي يقول لك نرى ماشي كان نبغي ولا ما كان حملش ديك الحالة ديك تجيني كان حسرته كان حسده وما كان حملش ديك الحالة ما تنبغيهاش نقول له إذا أحسست بالحسد يتصاعد منسوبه في قلبك فصلي لله عز وجل وادعو للذي خشيت أن تحسده خفتي لا تحسده دعي معاه يا رب تبارك ليه يا رب تحفظه يا رب تعطيه يا رب تزيده من فضلك يا رب تقويه يا رب تجعله من الشاكرين دعي معاه من قلبك والذي نرب سوى إن كنت صادقا في الدعاء أنا كنقول لك إن كنت صادقا في الدعاء لا تفرغ من ذلك الدعاء إلا وقد أزال الله عز وجل من قلبك ما تحس به من ضغين لحسة تبراسك مش النج من جهته مقبوض من جهته دعي معاه بغيت تفكى والله العظم إلى سهلة دعي معاه ره ماشي غير جنبي عليه الصلاة والسلام وقال لنا من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ره ماشي غير جنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وتعلمنا في الشهود أن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سوى عباد الله الصالحين اللي عايشين معك ولا عباد الله الصالحين الذين مضوا في الأزمين الغابرة أو لعباد الله الصالحين الذين يأتون في الأزمين القادمة أو لعباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض من الملائكة ومن مؤمن الجن كلهم داخلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والله العظيم لك الدعم على المؤمنين لقلبك تيبرد فسلامة الصدر على المسلمين هذا من الأمور المهمة التي ندخل بها رمضان من هذا ما صحبتي يكتبير البركة يرى أعداء الدين هزين في قلوبهم ونحن نزيدون هزول في قلوبنا على بعض لا مجهد أعداء الميل والدين أخذكم أن تفهموا مهم بلاسنا ندخلوا في تفاصيل أخرى نحن نسألين شيئا هذه قربات تكبل هاي 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 على ساعة أطولنا العمس سامحونا الله يزيكم بخير طيب فلعلها آخر نقطة إن شاء الله تعالى نستقبل بها نستقبل بها رمضان وهي أن يشتغل العبد طيلة هذه الفترة إن شاء الله تعالى بتطهير قلبه يقلب قلبه واش كينش حاجة شرك سواء شرك خفي ولا شرك جليع يا ذنب الله الشرك الخفي هو الرياء يطهر الإنسان قلبه من الرياء وحب الظهور وحب السمعة يطهر قلبك شوية من الرياء واش كينش ممارسات بدعية خلينا من قال فلان وقال علان واش كينش ممارسات دي في هاشي شبهة بدعاء وطهر نفسك منها كينش لسان عامر غيبة وعامر ناميمة وضرخاوية واسبان في الناس والضحك على عباد الله وأطهر نفسك منه تطهر النفس بيرجي خوي 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 يطهر الإنسان نفسه من كل هذه المبقات باش يستقبل إن شاء الله تعالى هذا الموسم من دلطاعات باش في المتجي الطاعة تلسق تلسق ولا يعلموا بمضمونة تلك المحاضرة في المغرب ولا في اسبانيا ولا كذا فنحتاجوا مثلاً لو بغينا نعود للمحاضرة أخرى نحتاجوا إلى أن نعيد الكلام مرة أخرى أما دبا معهد شي الحمد لله دي البث المباشر رسمياً نحن دبا ضيوف على نحن دبا رسمياً نرى ضيوف على الإخوة في إيطاليا لكن على المستوى الواقعي أرى هذه المحاضرة قد سمعها الناس جميعاً الأخوة في المغرب واللفز بانيا والله أعلم فيه كيف وصل الخير هذا نسأل الله أن ينفعه بنا أجمعين وأن يتقبله مننا أجمعين فمثلاً ممكن هذا الكلام هذا لعل لا نكرره إن شاء الله تعالى لكان عندنا شي بث مباشر آخر فما يعتقدوش لأخوة راحيت هذه البت راداره مع الإخوة الإيطالية نرى من يدرنا البت نعودنا هذا البت دازداب الحمد لله كي المسجل فهو ينشر بإذن الله عز وجل يعني إن كان فيه ما يستحق النشر وإلا سافي خلاص غضوا عنه الطرف ولا داعي فمن اللي تدوز هذه المسألة هذه ندوز إن شاء الله تعالى الموضوع آخر والموضوع آخر والناس اللي غير يدخلون إن شاء الله اللي كيدخلون للصفحة صفحة ياسير العمري الناس اللي كيدخلون للصفحة رأي يتبعوا هذا التسلسل سيجدون واحد نوع من ديال التسلسل والترابط في المواضيع لمحاضرات ونسأل الله عز وجل للتوفيق والسدن فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وتقبل الله منه ومنكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا التقصير والتفريط والزلل وأن يتجاوز عننا ولا يشكر الله من لا يشكر الناس فنشكر لإخواننا في المركز الإسلامي في طوسكان نشكر لهم استضافتهم لنا وتحملهم لثقلنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والصدق والإخلاص كما نشكر لجميع الإخوة والأخوات المتابعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم أجمعين وكما جمعنا سبحانه وتعالى في هذا المجلس الافتراضي على طاعته نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته وفي مستقر رحمته تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله تحت شعار المتحبون في على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء الحديث والمتحبون بجلال الله عز وجل فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهذا ظننا بربنا سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يعجل لنا ولكم بالفرج وأن يفرج عنا وعنكم هذه الكربة وأن ينفس عنا وعنكم هذه الكربة فاجتهدوا في تقوية إيمانكم لأن هذا ما كنت زادش شوية الحجر الصحي فاجتهدوا في تقوية إيمانكم لأن المؤمن الذي إيمانه قوي هذا الشدائد النفسية هذا لا تؤثر فيه كثيرا بإذن الله عز وجل فاجتهدوا نرى ما كلا دي لا دي اجتهدوا في تقوية إيمانكم هذا هو النصيحة لنا اجتهدوا في تقوية إيمانكم والله سبحانه وتعالى قره كفيل بأن يرفع عنا البلاء بين عشية وضحاها لكن سننه الكونية تتطلب منا أن نسير في الأمور بالتدرج دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البالي بين غفلة عين وانتباهتها يبدن الله من حال إلى حالي ونسأل الله عز وجل أن يبدل حالانا هذا أن يغيره إلى أحسن حال ونحمد الله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم